أهلا بكم الكلام اللي تقال ده مهم جدا حتى في أمريكا الناس عندها نوع من الخجل حول هذا الأمر في شيء لا يدعو الخجل ده مرض حالة مرضية ده خجل مفيش حالة مرضية مخجلة يا جماعة مفيش حالة مرضية مخجلة أنا هاروح معاك والأبعد حد إحنا البلد الوحيدة في العالم كمان اللي بتعمل مدمنين للمخدرات مثلا على أنهم مجرمين لأنهم مرضى مش معناها أنهم محترمين أو كويسين ما هم ممكن يكونوا فعلا منجوا لكن إحنا شكل مرضي لازم يتاخد بس البواسير مرض لا مرض يعني يدعو للخجل لا ما يعطعوش للخجل لكن يدعو للعلاج الحكاية طويلة جدا يعني خلي بالكو البواسير علاقتها بالحمل ده موضوع كبير جدا والحوامل عندهم تخوف كبير جدا من البواسير البواسير وعلاقتها بالقدرة الجنسية وعلاقتها بخصوبة الرجل برضو قطعة مهمة جدا من عقل الرجل الشرقي أنه أول ما يجيله بواسير بيفكر على طول أنه ممكن يتأثر جنسيا بل إنه يعني فيه موروث شعبي أنه تصلي راجل عنده بواسير فست تقول عليه لو هو راح يتقدم لبنتها لو عارف حالته المرضية لا يا ستي مش هنقبله ده عنده بواسير قصة مسيرة للغاية قصة المورسات الشعبية المرتبطة بهذا المرض الشهير الذي في أمريكا حتى يهجلون منه في أمريكا نهار ده حوار مثير للغاية وعلمي وضقيق للغاية مع ضيفي العزيز الذي أسعد جدا بالحوار العلمي معه لأنه حوار في منطقة أولا صعبة جدا ثانيا من قيمة علمية كبيرة جدا أستاذ الدكتور محمد النقار